كالذي وضع يده بيد الاسرائيل والامريكي كليهما لوجه واحد بعملتين مختلفتين على هذا الاساس لنجني بالايام القادمات على التنسيق ما هو التنسيق الآت بين الروس والامريكي والاسرائيلي والسعودي هل تعلمون ما هو التنسيق التنسيق هو اقصاء حزب الله وإيران ارضاعا الى المخطط الصهيوني من اجل ان تبقى رئاسة فلان او فلان والدماء ستذهب سدى وانا على بينة من امري ولكن اقول للناس لقد هيأ الله اسباب معركة ايسرها يطير منه يطير منه ثلثي العالم لو كان تسعة يطير منه سبعة ولو كان خمسة يطير منهم ثلاثة وانتم الباقون ولم يبقى ابو بوتن ابو علي وعلى هذا الاساس ان الله هيأ اسباب الدنيا ودمدمت بريحها وهيأت اسباب دمارها فحينما يكون الفساد يحتاج الى مصلح ترى الفساد مو الزنة مثل ما بتصورون انتم مو الفساد مثل ما بتصورون اخذ الغيبة عدول الفقراء الماعتهم يأكلون طبعا ويحشون واحد على واحدهم لان ماعتهم شغل يشتغلون به الفساد هو ان تضع الشيء في غير موضعه والفساد هو انك لم تسير على درب الحسين الذي يطلب منك ان تسير على درب الشهادة والولاء ولذلك هذه كله الامام ستجتمع على ايران وحزب الله لماذا شو القضية بحزب الله شو القضية بايران شو القضية بالحجد الشعبي يودون على رئاسة الوزراء تعالوا للسعودية شو يودون هذا ماذا يدلل يدلل ان هناك مؤامرة على علي بن ابي طالب فعلى علي ان يخرج مثل ما خرج الى الوهابيين حينما حينما وجد في ساداتنا وكبراؤنا ضعفا وجبنا فخرج ابا الحسنين حينما ناداه الافغاني انت حماي الحمى وتريد لك حماي حينما لم يجد احدا يدافع عنه خرج بنفسه بسيفه وكشف الغمى عن ما